مجلس التعاون رسخ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون لتقوية دعائمه وتحقيق طموحات وتطلعات مواطنه وذلك من خلال تعميق مسيرة المجلس وغرس مفهوم المواطنة الخليجية وتنسيق في مختلف المجلات وعلى صعيد أوجه التعاون والحوارات مع الدول والمجموعات الإقليمية يحرس المجلس الأعلى على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية كما نجح المجلس في تعزيز مكانته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي وأصبح شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيق الأمن والاستقرار حول العالم وأسعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شركاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات تجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة يدرك العالم أهمية مجلس التعاون وموقعه بصفته إطارا تعاونيا وكتلة سياسية فاعلة حيث أسمت الروابط القوية التي أقامها مجلس التعاون مع شركائه الدوليين وقيامه بدور الوساطة السياسية في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي وتمكين النمو الاقتصادي وتسهيل التبادل الثقافي تحقيق ترجمة نانسي قنقر